موسيقى يا مساء الخيرات على كل حضراتكم السادات والسادة مشاهدين مشاهدي سي بي سي في كل مكان في العالم من راحب كل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من طاقة نور في الجزء التالي من حلقة النهاردة حينورني ويشرفني فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي الدعية الإسلامي اللي مشكوراً حيعرفنا وحيشور لنا على أشكال مختلفة من أعمال الخير والعمل الصالح اللي نقدر من خلالها نتقرب لربنا سبحانه وتعالى ونقوي علاقتنا به أما الجزء الأول من حلقتنا فده اللي هنتكلم فيه على النقطة دي تحديداً إزاي نقوي علاقتنا به سبحانه وتعالى هنتكلم عن موضوع مهم وحنجاوب على سؤال مهم جداً والسؤال بيقول إزاي أقوي صلتي وعلاقتي بربنا منورني فضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي عشور يا مساء الخيرات الدكتور مجد كل سلام حاضيك طيب وحضر موجودك معانا كالعادة وإحنا أسعد الله والسلام مشاهدين جميعاً يا ربي خلي حضرتك بتهيالي ده المفهود يكون الشغل يشتغل لكل واحد فينا لأن إحنا في الوقت اللي فيه البعض منا بيبقى حريص قوي على أنه يقوي علاقاته الاجتماعية وخصوصاً بأولي الأمر ممكن هو بصدد ده يتناسى تماماً أن الأولى والأهم بالنسبة له أنه يقوي علاقته برب أولي الأمر فكيف نقوي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا يعني السؤال بتاع حضرتك إيه هي مقتضيات الصلة بالله كيف أصل إلى الله عز وجل إيه هي الروابط التي تربطني حتى أصل إلى هذه المرتبة في الصلة بالله عز وجل العلماء حددوها في أمور بسيطة قالوا تفعل ما أمرك وتنتهي عن منهاك بمعنى أي حاجة هتعملها وإنت بتعملها وهو أمرك بها بتعملها لله كده بتقوله أنا أريد أن أصل إليك أريد أن أجعل صلة بيني وبينك هو يصلك خلقا وأمرا هو خلقك وبعدين بيؤمرك بيوصلك بقولك أنت مهمه اعمل كذا فأنت بتقوله أنا هرد عشان خطر الصلة دي أنا الآخر هعمل اللي أنت قلت لي يا رب سبحانه وتعالى يبقى أول لذلك كل عمل يعمله الإنسان صالح وفيه نفع لنفسه أو للناس ويعمل لله ده صلة بالله عز وجل وصلة لله عز وجل ودي لذلك لما جات في الآيات بيشرح إيه هم بقى اللي بيصنون ما أمر الله به أن يوصل لما ذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وبعدين شوفي الصفات والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم شوفي كلام وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار دي مواصفاتهم دي الصفات بتاعتهم ومواصفات بتاعتهم عاوز يقول لنا إن أي حاجة هتعملها شوف يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أم تاني عن المعاصي الحاجات الثانية ذكرها كلها أفعال فالك اعمل الفعل الطيب ده عشان خاطر ما فيه صلة بالله يعني حتى الدعاء فيه صلة بالله الواحد يعني لو هيدعي أنت بتتصل بالله مباشرة يبقى يقول لك أي حاجة بتعملها من أجلي فريضة حاجة مستحبة حاجة من دي يقول لك آه يا سنة يقول لك أنت كده بتصل بالله عز وجل بس مهم إن أنا أعقد النية وأنا بصدد عمل العمل الطيب دقيا كان إيهو يقول لك أي حاجة زي كنا نوع بين الأشياء ما قالتش أقاموا الصلاة فقط لا أولا أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وفصل في دي يعني ما قالتش وأنفقوا مما رزقناهم قال سرا وعلانية اللي اتنين في السر أنا بيني وجل ربي دي ربي آه طب في العلانية للناس عشان تشوفني ولا الرب سبحانه وتعالى لا لرب يبقى أنت كده بتخبط إنجاز التعبير للتقريب بترني الجرس بتقول أنا هنا أنا سمعت الكلام أنا اقتمرت بالأمر وإنتهيت بما نهيتني أو عما نهيتني عنه يبقى هنا الصلة بالله كله لذلك قالوا إيه أهل الله ما أتكلمه قالوا عدد أو عدد طرائق الوصول إلى الله بعدد أنفاس الخلق يعني عشان توصل لربنا طرائق قتيرة طرق 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 بقى دي إيه قال لك كل نفس ممكن يبقى فيه طريق النفس ده هحمده النفس ده هشكره النفس ده أقول له أنا صابر النفس ده هدعيه النفس ده أنا أقول أنا هعمل كذا النفس ده أنا أتبرع للمساكين والفقراء والمحتاجين شوف كل نفس يبقى عشان كده كل نفس ده ليه عشان ما يعنتش على خلقه سبحانه وتعالى وعشان يسهل لهم الأمر خالص مش جايه من حتة دي تعالين لها حتاني ولما أنا قلت صفات أولي الألباب دولا ربنا بيقولك لو مش هتقدر تعمل كل ده اعمل واحدة عشان تبقى من أولي الألباب لألمه أولي الألباب صفاتهم كذا وكذا 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 العلماء يجوا يقولوا هل يشترد تجمع كل دولا بعضهم قال كذا وبعضهم قال لا لو تحققت بصفة واحدة فأنت من أولي الألباب سأكيد اللي بيزود وبيجود بيبقى صراته بربنا أقوى ولا إيه يعني هل مجرد إن أنا يعني أعتمد بما أمراني بيهدله وبنتهي عن كل الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاني عنها دا لوحده كافي ولا في الزيادة إفادة في الزيادة إفادة ليه ما بتعمل عمل حضرتك بتبضل ماشي في الطريق وبتروح تخبط على الباب وإيه فتو عملتش أعمل تاني بتركح إنما حضرتك بقى لو إنت بتعمل عمل وراء عمل وراء عمل بتزود تعمل الصالح وتنتهي عن السيء يبقى كإنك عمال رايح ولو رجعت بتروح على طول وتخبط إنت كإنك واقف على الباب وعلى الأعتاب ومطرق القرع لا بد أن يرجى إلا هيخبط على طول هيخش فعشان كده زيادة الأعمال تقوى السلل لذلك العلماء قالوا إيه بقى في الآية دي قالوا لو عملت صفة واحدة تبقى من أولي الألباب طب العملت الصفات كلها تبقى من القمل من أولي الألباب اللي ودين درجة الكمالات في أولي الألباب ما لازمهم درجات ونعين الله طبعا اللي يعمل واحدة مثل اللي يعمل ستة سبعة وهكذا فلذلك ربنا ذكرهم إن يعني الفضل بقى لما قالهم بعد كده وادرقونا بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وعدين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار شوف الجزاء ليه لنعمل حقيقة كبيرة لأن ما انت هتصل هتتوصل فانت لما تصل الله بما أمرك به ربنا يوصلك يرحم أربك وكمان الملائكة تقولك سلام عليكم وكمان يبقى الواحد ينفع نفسه ينفع أبوه زوجته زريته كل الحاجات دي كلها في الدنيا وفي الأخرة يبقى ترائق الصلة إلى الله كل عمل صالح نعمله أو عمل سيء ننتهي عنه ولكن لله عز وجل هل في أعمال بعينها بتقوي أكتر الصلة بين العبد وربنا سبحانه وتعالى هل في أمور بعينها ربنا بيفضلها عن غيرها وبالتالي وبالتبعية بيفضل القائمين بيها عن غيرهم اللي أنا أرده في الآيات اللي خلينا أقولك بقى اهل لحطة القوية كل حل ولكن لما جيه فصل هل يوفون بعهدهم ولا ينقضون المثاق قريب مجمل وبعدين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وتعدد وبعدين وأقاموا الصلاة حل قالوا أنفقوا مما رزقناهم سر وعالنية في السر وفي العلن أنت رايح كده رايح كده بتدفع رايح جاي ده معنى إيه ده معنى أقرب الطرق للوصول إلى الله والصلة جبر الخواطر جبر خواطر الخلق لو جبرت خواطر الخلق ربنا يقبل بخطر واحدة على طول ويوصله بقى على طول ليه؟ من ترحت عند الفائل لحد بابه أو وديت له الحاجة لحد بابه فلما توديه الحاجة لحد بابه ربنا هيودي لك حاجتك لحد بابك يبقى أنت حاجتك مش عارف تنقضي لذلك قاله إيه؟ قاله الحاجة اللي مش مقضية أعمل فيها إيه؟ قاله اقضي حاجة محتاج يقضي لك حاجتك دايما فيه سرعة استجابة أنفق ينفق عليك على طول ده شرط بيسمونه جملة شرطية فعل الشرط وجب الشرط أنفق ينفق عليك فين الزمن؟ قال لك ما فيه الزمن ينفق ينفق عليك ونفس المبدأ بأشكال مختلفة من بان لله كذا بان له الله كذا دايما فيه سرعة بأدوات الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرج وهكذا فتلاقي كلها ليه جاية في جمل الشرط يقول لك أنت بس عليك تحاء الشرط وهو يعمل لك المشروط التاني الوعد أيه طبع 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 وما فيهش فرق زمني بينه على طول يعمله بس بحسب يقين الإنسان لذلك أنا قلت لحضرك وأنا أقول لأستاذ المشاهدين اللي بيطعطر له حاجة يعين أصحاب الحاجات يتبرع يعين أصحاب الحاجات حيلاقي حكته هتقضى بس يكون عنده يقين ليه؟ أنا ما فيهش بعد القرآن يبقى أنا يقيني بالقرآن يقيني لأ واللي جرب عرف يعني منزقه عرف فعلا يعني منين ما الواحد بيعاب ينتهي بس مجرد بينتهي من عمل شيء عيدل في حياته أيا كان إيه هو لازم في ساعتها ربنا يجبر بخطره بشكل أو بآخر بص حركة عاملة زي الإيه؟ زي الحج واحد بيروح حجة ويعمل عبرة بيبقى متلهف أعوز روح تاني طبع هو راجع زعلان مش عاوز يرجع وعاوز يروح تاني ويحوش دي نفس الحكاية أول ما تعمل الطاعة وانت حاضر فيها ويعني لله عز وجل هتلاقي على طول الجزاء يجيلك وتبقى مش تاعة أنا عاوز أقرر صحيح وعاوز أعمل تاني صحيح طبعا عاوز أدفع أكتر وهكذا من مورثتنا الاجتماعية في مفردات وأرفاص بعينها كده بنتورسها جيل وراء جيل وهي بليغة أوي الحقيقة في حتة إنها توصف طبيعة الشخص المعني بالكلام أقصد هنا تحديدا الناس اللي بتقال عليه مثلا أو الشخص اللي بتقال عليه ويقولك لا ده فولاد ده بتاع ربنا بالتعبير الدارج بتاع ربنا نعمل إيه عشان نبقى بتوع ربنا هو ده نعمل اللي ربنا أمرنا به إحنا عندنا فيه ناس التعبير الحديث قال إن لله في خلقه أهلين قال ومن أهل إن لله في خلقه أهلين قال ومن أهل الله يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته قراءةً ولا تدبوراً ولا عمل بما جاء فيه أي حاجة أي حاجة قال إذنك سيدنا محمد محمد عشان من نقفقاش قال له بقول رأيت ربي في المنام بدون تشبيه ولا بتاع رأيت ربي في المنام فقال يا ربي ما هو أقرب ما يتقرب به المتقربون قال بكلام القرآن قال بفهم أم بغير فهم قال بفهم وبغير فهم يا سلام طبعاً يعني على كده بقى وبنفس المنطق يعني كله حيتجازة خير اللي بيقرأ واللي بيتدبر واللي بيتلو درجات اللي بيتلو بس درجة يتلو فيه تدبر درجة يتلو فيه تأمل درجة يتلو فيه عمل بعد التأمل درجة يتلو ويدعو الناس للخير اللي فيه درجة هو فيه تأمل بعد التدبر يا دكتور محمد يعني مش التدبر وافي هو التأمل وتدبر حاجة بس التأمل مزيد أعمال أشوف التدبر كإن أنا بتدبرها وافضل أفكر فيها إنما التأمل كأن فيها حضرتك عينك فيها وودنك بتسمعها يعني غرآن فيها فأنا عاوز أطلع كل اللي فيها ففرقوا بين التدبر والتأمل بشيء من هذا فهنا بقول لحضرك بقى إنه يشوف بيتواصل إلى الله عز وجل هنا أهل الله طب بتاع ربنا يا مولانا إيه هو يعمل خير بقى وقائشا ما نخليش على أهل القرآن بس لا إحنا عاوزين أي حد يعمل خير ده بتاع ربنا بس لب إحنا العام يعني اللهجة المصرية والمثل المصري بتاع ربنا ليه شافوا كتير بيعمل خير إنما لو عمل عمل حل يقول لك أنا شفته بعمل كذا أنا رأيه شفته بيصال وخبال حدد شافه مرة بيتصدق إنما لما يشوفه إنه هو بيتصدق على طول وشافه إنه هو راجل مواظب على الصلوات ولسانه عفيف يقول له عمي ده بتاع ربنا يعني إيه بتاع ربنا يعني ربنا حمي بيعمل إنه هو عاوز بيشوفه للمعتقد ده بالنسبة لي بيشوفه له أمارات كتير يعني بيشوفه علامات ودلالات بتدل على إن الشخص ده لأ مختلف وربنا راضي عنه بشكل أو بآخر حتى لو حاله يرثى له ببعض الأحيان وبيتحسد على إن حاله مع ربنا هو يعني يثير حسد الحسدين الناس العادية بتزود الأعمال الصالحة لوحدها بتوصل ده كلام جميل وهي كده حقيقة ولكن فيه أمر أكبر من كده بتاع ربنا يعني إيه يعني ده بقى منور من قطر الأعمال الصالحة موروا الأعمال الصالحة صبغته بقى مسبوغ تشوفوا كده وقال له من أهل الله من الناس الأولية قال الذين إذا رأيتهم ذكرت الله عز وجل ليه من الأنوار يا سيد بن عطاء الله السكندال قوم تسبق أنوارهم ألفاظهم أمن ما يتكلم نوره صغير وقوم تسبق ألفاظهم أنوارهم النور بيجي بعد الكلام إنما الولي قوي لا ده النور يا مولا بشعب ما يتكلم أنا شفته كده النور النور واضح عليه دولا بقى هم بتوع ربنا سبحانه وتعالى يبقى بتوع ربنا من أثر العمل الصالح يبقى لما تعمل العمل الصالح فيرضى عنك ربنا الرضا ده نور طاقة نور فطاقة النور دي خلي إنسان كده وده يا عام انت مش شافش شكله عام ده هادي وسمته طيب وما سمعنا منه كلمة تنسية وشوف ما باشا الله يعني لوائح الطاع عليه ظاهرة وانت ممكن ما تشوفش لذلك لما تشوف واحد كده ممكن ترتاح له من غير ما تتعامل معاه صحيح بتحصل كيف ليه؟ هتلاقي إنه سمته طي خاصة لو أنت المقيسة عند عرقس تمام هتلاقي إنه رجل بتعربنا مطيع بيعبر خير أهل أهل ما بيعملش الشر ما بيزيش حد كفوك الشر عن الناس الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى دولا بتوع ربنا يبقى عاوز تببتع ربنا ممكن واحد بيعمل عمل واحد بتاع ربنا بس يعني شوية وشوية في وقت وقت إنما على طول شغال في الأعمال على قدر المستطوع شغال في الأعمال الصالحة ومتنوعة يا عم ده بتاع ربنا يقوموا في شأن الله كله كل ما بيشوفوا ليه فطاع على طول فطاع أولياء الله سبقوا بإيه بكثرة الذكر الله كثير من الذاكرين الله كثير من الذاكرات ليه كثرة ذكر 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 شغالين يعني الواحد اللي بيقول عليه صنيع في إيه من قطر العمل وإيه قاعد خبره عشرين تلاتين سنة جزار بقى شغال دكتور أي حاجة التاني ده حرف في الزكر بقى خلاص على طول من قطر ما بيعمل زي الدكتور بقى الأمور بالنسبة له قطر الممارسة قطر الممارسة طبع فخلاص تشوف الدكتور لك ده كلمة واحدة من الدكتورتك في عين ده بص هو بعين عليه انه هو يعني شوف هنالسامته وده اللي هو عمل إزاي اللي بيذكر كده بقى صفته حرفته الزكر فلما حرفته الزكر حتى إيه اللي واحد يوصل إيه ما عاد يستطيع أن يستغني عن الزكر أهل الدلق بتقول ربنا بقى ما يقدروش يبعدوا عن الطاعة لو باعد شوية يقول له أنا حاسس أنه أنا غريب أنا عاوز أرجع الناس اللي بتتصدق كتير ييجي كده فييجي فيهم ما تصدقش يحس إنه في حاجة ضائعة منه معينه هيخرج يعني بقى حاجة ضائعة منه إيه ما هو بقى لقى روحه ما هو خلي بالك الروح دي نورانية طبعا هتلاقيها مع نور الطاعة يبقى لو فيه نور طاعة انت هتلاقي روحك لو ما فيش نور طاعة مش هتلاقي روحك لذلك صاحب المعصية يندم بعد معصيته ليه قالك لأنه بتطف النور اللي عندي بتاعة الروح بدل ما أعمل عمل صالح ويبقى نوره يزودها أو يبحيله معاها أنا أعمل عمل يضلمها فيندم على كده طب يبقى نوره الأعمال الصالحة تتسق مع نور الروح فإذا تسقت مع نور الروح هو ده اللي بتاع ربنا هو ده اللي النور اللي اللي عنده رغبة عارمة في نواة قوي علاقته وصلته بربنا سبحانه وتعالى لكنه مش بيعمل ما يكفي من الأعمال الواجب عمالها لتقوية الصلة مع ربنا الدنيا لا هي بشكله وبآخر بس هو صادق جدا في رغبة العارمة وصادق جدا في نيته إنه فعلا عايزة يتقرب لربنا أصلحنا النية وحدها لا تكفي إن استطعنا الهمة والعزيمة والعمل مع عشان منباش أمة كسل ونواية إحنا مش أمة نواية أمة النواية حيث لا نستطيع العمل إنما نقدر العمل مع شخاء كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استحالة فهنا بيقول لك طيب أنا عندي نيتي حلو ما واحد نيته حلو بس ما سعاشه ما عملتش طيب خليك جنب نيتك ما أنت معملتش صحية ترجمة النية إيه إنما واحد نيته حلوة ومعهوش يعمل أو راح يعمل وما أكملش الطريق ده اللي يقدر وكأنه عمل بالزبط يبقى النية مع العمل ترجمة لنية إيه وعنقول نواية بدون ترجمة إلا لو أنا مش مستطيع طبعا يبقى لو أنت مش مستطيع النية تنورك حلو وعلى ذكر الترجمة دكتور مجبي إيه أشكال الترجمة اللي بتكون متحققة للإنسان لما تكون فعلا علاقته بربنا قوية يعني إيه أشكال الرضا ربنا على العبد ده أتلاقي الراحة النفسية أهم حاجة في الطاعة ونقول لناسهو اللي عاوز يرتاح نفسيا مش بقول لك ألا بذكر الله يطمئنه القلوب ذكر الله القرآن ذكر الله الطاعة كلها لما الواحد يساعد واحد أخوه مسكين واحد بيبني مسجد واحد بيعن بتاعه بيحس بسعادة صحيح ليه بيسعد الآخرين وقبل ما يسعد الآخرين أنا اسمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى فاشعر بسكينة بطمئنينة لذلك أول مقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اجتمع قومهم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم قال إيه إلا نزلت عليهم السكينة أهم عجل شباب وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده كله إيه كله جاء مولانا الراحة والسكينة أو هدوء البال وبيتك ليه مستقر حياتك لا مستقرة ربنا يليينك المدير اللي قدامك اللي مكالك معاك شوية ربنا يليينه الحتة اللي متعطلة في مسألة معانا راح ربنا سبحانه وتعالى يمشيها لك تلاقي أمورك متيسرة وكمان يلاقي إيه بقى طب ما تيسرتشي أنا عملته ما تيسرتشي تلاقي الرضا في القلب يبقى طمأنينة وسكينة في الأول بعد ذلك إذا تحقق ما تريد حمدته وتلاقي الطمأنينة وسكينة أكثر لم يتحقق ما تريد تقول أنا راضي خلاص طبما هو مش عاوس كده يبقى منعني هذا الأمر لأن فيه خير لي بس الرضا ده مش سهل على ناس كتيرة يا دكتور مالك يعني مش كلنا عندنا قدرة على الرضا الحقيقي الصادق اللي فيه احتساب بس للرضا ده أعلى المقامات بس الواحد بيتدرق احنا عندنا التدرق الواحد يصبر وبعدين يصبر الصبر الجميل وبعدين يرضى لما يصبر يجي حاجة الجيله كده صعبة شوية في القضاء والقضاء يصبر فيفضل بقى يشكل فلان والعلان الصبر الجميل ما يشكلش لحده يقصد زي المكتوم كده الرضا انا عبدك اعمل فيه اللي انت عاوزه من العرب درجة الصبر والراضي الراضي طبعا لأن الصبر صبر ممكن يكون مش برضا لذلك والكاظمين الغايز قاظم غايز وما صبر والعافين عن الناس الخلاص أنا عرفت ان ربنا ايه ممكن ربنا مصلطوا علي بسبب زنبي فعمل فيه كده فمش هاقزم غايز ده انا هاعفو عنه يبقى هنا الرضا أعجب في المقامات الرضا ده أعلى المقامات ينفع الواحد يدرب نفسه عليه طبعا ينفع الواحد يقوي نفسه فيه يقوي نفسه دايما لما يفتكر ان كان عاوز حاجة وجات له حاجة تانية وطلعت أحسن من اللي هو عاوزها ده لو كانت طايفها أحسن اه ويلاقي كده الحاجة التانية هيلاقي ان مثلا جاله بنت وهو كان عاوز ولد لأن البنت حنانة منانة مع يوليا السلام شوف هو اختارلي انا هارضا باللوية دولي بعد كده يشوف ان هو جاله فلوس مش كتير ومرة جاله فلوس كتير وبعدين اتبع زائد بقى او راحل الدكتور او العال تعب او اتحسن او اي حاجة انما التانية كانت ملمومة فحاسب يا السلام انا هارضا بالقليل وهارضا بالكتير والرضا مش بالقليل بس الرضا بالقليل الرضا بكل ما يصدر عن الله عز وجل بتقوله انا راضي خلاص انت تعمل فين اللي عاوزه لذلك قاله ايه تكون مع ربنا سبحانه وتعالى كريشة في مهب الرياح انت جبتني كده اختراك حلو انت جبتني كده اختراك حلو لذلك قاله ايه العطاء هو المنع بالنسبة لله عز وجل بس تبقى معاه لو منعك يبقى عطاك زي ما قلنا قبل كده وممكن يبقى المنع زي ما قاله عين العطاء ليه لان العطاء كان عبقى فيه مشكلة ليه طبا في ازر فهو حاجة بوعنك طبا فلو اطلعت على سر المنع لصار المنع عين العطاء يقول اه لو انا عرفت الحكمة ان ربنا منعت مني دي اللي بيخلفش اللي تعبان شوية اللي اتخلق وتولد هو تعبان اللي انسان رزقه قليل شوية اللي انسان مش عارف زوجته تعبان شوية وهكذا لو ايه الصبر هنا بقى الصبر ييجي لحد ما نوصل لمقام الرضا ما يمكن ده احسن من غيره الحمد لله عليه شو بقى الرضا والترجمة الحمد لله عليه فلو حصل كده يقولك يا ايه درجة الرضا اللي عندك دي انت بتتعبش ابدا الراضون لا يتعبون ليه لان الرضا دي صفات اهل الجنة فبيتعبوش اهل الجنة ربنا ما يتجلع الخلق يوم من الايامة بعد النظر الواجه الكريم قال محتاجين حاجة قال انت خلاص نجيتنا من النار ودخلتنا الجنة وفي حاجة كده قال احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا شوف الرضا يبقى الواحد هنا الرضا من صفات اهل الجنة هو اهل الجنة ممكن حد منهم يكون عرضة لصخط من ربنا في مرحلة ما من وجوده في الجنة في الجنة لأ ما فيه صخط خلاص كلها رب انما في الدنيا اهل الجنة بقى وهم في الدنيا اهل الجنة في الدنيا في الدنيا اه في الدنيا ممكن اهل الجنة في الدنيا ما هو زي البناء زي البشر كلهم يوم ويقع فجيه في مرة حصل كده فربنا غضب منه بس له راسيد قديم فربنا صحاته ليسنيده ربنا يقومه بس يقول له انت ايه اهو بس ربنا عاوز الواحد يخبط مش يفتح الباب عاوزه يخبط طبع يفتح طبع انما المشكلة ان العبد ما بيروحش نحية الباب اصلا ليه بقى ليه بقى واحدة عارفين الصح ايه ولازم نعمله وعارفين الغلط ايه اللي لازم نمتنع عنه الشيطان والدنيا والاغراءات اللي موجودة والفيسبوك اللي موجود كل وقت وان ده مصلحتي ينظر الى الشيطان بيقلب له حقائق الاشياء فييجي انه قاعد قدام الفيسبوك دلوقتي حل وقاوي الممبسوط ومتلزز بس انت بتضيع وقتك بينما واحد تاني يعني الجنب يعمل يجي ايه بيعمل حاجة خير للناس عمال يذكر وهكذا فاحنا عاوزين نبقى بتعرب بنا عشان دي بابتعرب بنا هم درجات عند الله اعمل عمل صالح وينويل الله انت دخلت في جملة بتاع ربنا بس بتاع ربنا خلص وخلص تكتر في عملك الصالح ربنا ما يحرمنا من اعداتك الجميلة دكتور مجزي بنسعد ونتبارك ونتشرف وبنستفيد جدا كل مرة بتطورنا فيها بشكر حضرتك على الجزيل الشكر على وجودك معنا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا عودة لاستكمال حلقت النهاردة من طاقة نور اهلا بكل حضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا وده الجزء اللي هنتعرف من خلاله وبشكل عملي على اشكال مختلفة من اعمال الخير والعمل الصالح اللي مشكورا هيشولين عليها فضيلة الشيخ مصطفى الأكريشي اللي منورني ومشرفني يا اهلا بيك يا حبيبي كل اللحظة وانت طيب يا ربي خلي وربنا يديم علينا اطلل بهاية بتاعك يا ربي خليك ويبارك فيك احنا بقى ايه متعاشمين ان في الجزء ده حنسمع منك بقى ترجمة عملية اللي كلنا منتكلم فيه في الجزء الاولاني مع دكتور مجدي عشور زي ما انت متابع كلنا منتكلم على فكرة اعمل ايه عشان اقوي صلتي وعلاقتي بربنا جميل ما فيش شك ان العمل الصالح ليه دور في النقطة دي طبعا طبعا العمل الصالح ده شيء جميل جدا جدا ليه سمنا عمل صالح لانه يسلح عرضه على الله سبحانه وتعالى وله شرطين لابد ان يكون صوابا وان يكون مخلصا صوابا يعني وافق الدين والشريع ده صوابا يكون عمل صحيح طب والتاني الشرط التاني لازم ان يكون فيه اخلاص بينك وبالربنا سبحانه وتعالى العمل ده لا تبتغي الا الله سبحانه وتعالى ووجه الله عز وجل وما فيش فيه لا رياء ولا نفاق ولا مرآة ولا اي حاجة خالص دي شروط العمل الصالح الجميل طب العمل الصالح ده بيقرب للربنا سبحانه وتعالى اه طبعا بيقرب للربنا رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن والذين جاهدوا فينا انت جاهدت الوجه مين الوجه الله سبحانه وتعالى طب جاهدت ايه او ربنا جاهدوا فينا ايوه جاهدوا ايه عندنا في اللغة العربية وفي البلاغة يقول لك ايه ده ايجاز بحس في المفعول ايجاز بحس في المفعول ايجاز بحس في المفعول أيوة كله إيه ما قالش طب واشربوا إيه ما قالش يعني إذن كله من حلال يعني ربنا سبحانه وتعالى أحال لنا الطيبات سبحانه وتعالى طبعا تمام ده من سميع عندنا إيجاز بحسف المفعول فربنا قال والذين جاهدوا فينا أيوة جاهدت إيه أصل حاجات اللي انت بتجاهدها كتير جدا 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 مجاهدة النفس والشيطان والدنيا والهوى وحبه إيه وحب إيه وحب إيه وحب إيه قل ده إنت بتجاهد عشان مين عشان ربنا سبحانه وتعالى ما لهم دول يا رب تعملوهم إيه يا رب قال والذين جاهدوا فينا لنا هديانهم سبلنا يا سلام يعني مش سبيل واحد لا ده سبيل واثنين وثلاثة واربعة وربنا يدله ويجعل قلبه ده بصلة للعمل الصالح فيتجه لليمين ويتجه للسبيل ده والسبيل ده والسبيل ده يتجه لسقي الماء لبناء المساجد لحفر الآبار لتسقف منازل لسطر البنات يتجه لحاجات جميلة جدا 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 طالب قدت كلامك بسقي الماء والله ما نزل لك كلمة حبيب أول تقرير معنا بسطر لكلام الخليل وحب سقي الماء فعلا وتحديدا آخر تصعيد بقى حصل في الملف ده ما هو أصلا حصل فيه تصعيد هنحكي لكم تفاصيل وبس الأول نتابع مع حضراتكم هذا التقرير تصدق محطات تنقية ومعالجة المياه واحدة من مبادرات مؤسسة نبض الحياة اللي في الخير اللي بتحل مشاكل المياه لأهلين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لهذا الخير في أي مكان وكان الهدف من مبادرة سقي الماء وتحديدا في محطات تنقية ومعالجة المياه هو توفير كوب ماء ناقي لضمان الحالة الصحية اللي بنتمناها إنها تكون دايما لأهلين في أي مكان مؤسسة نبض الحياة بدأت مبادرة محطات تنقية ومعالجة المياه في 2022 وقدرت إنها تنفذ عشرات المحطات في أناكل كتيرة في كفر الشيخ والغربية والأليوبية والبنوفية والجيزة وبني سويب والمينيا وسهاج وإنة وبورسعيد المحطة الوحدة بتخدم ما يقرب من 25 ألف نسمة إلى 30 ألف نسمة هذه المحطات بتضمن الوقاية اللي بنقول دايما الوقاية خير من العلاجة وبيتم اختيار مكان المحطة وفق مواصفات وشروط خاصة بكل مكان ومحطة المعالجة والتلقية بيتم تنفيذها بخلال شهر بعد إنهاء جمع التبرعات أو المساهمات لتنفيذ هذه المحطة بمساهماتكم مؤسسة نبض الحياة قدر تنفذ عشرات المحطة عشان الخير يصل لمستحقية وعشان الصدق الجرياء تستمر الحضرات كنت بقول لحضراتكم بقى قبل ما نتابع سوى التقريب دا التقريب دا بيعرفنا على آخر تصعيد حصل في ملف سقي الماء تفسر إتا دكتور مصطفى؟ حاضر، ما فيش مشكلة الملف دا قريب من قلبي جداً وبحبه جداً 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 ملف سقي الماء بصفعاً أنا بعزه جداً طب ليه بقى أستاذ كريم؟ لأن أنا بجد أنا شاف إن محطات المعالجة والتنقية دي وسيلة بتعملها مؤسسة نبض الحياة لفكرة تعظيم الصدقة إحنا عندنا تعظيم الصدقة أنا شايفه عندنا في المؤسسة في حتتين في وقف النخيل الخيري ووقف الزيتون المبارك جاي إلو في الكلام بالجرام حبيب طب ماشاً مش مشكلة هم يكون حاضر معنا جاي معاك تاخدني معك؟ يلا يا سلام تنور الدليل يا كمدر والملف الثاني محطات المعالجة والتنقية أنا بحبها جداً ليه بقى؟ لأن الملف دو فيه تصعيد جميل جداً لكلمة حضرتك اللي هو أولاً إحنا كنا في ملف سقي الماء بدأنا بوصلات المي اللي هي بتخدم بيت بتخدم بيت بقى عدد أفراده خمسة ستة سبعة تمان رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمنا إن إحنا نصعد الموضوع دو ونكبره وفي نفس الوقت بتكترى الحسنات بتاعتنا والتجارة مع الله أعظم تجارة والتجارة لن تبور وبتخسرش أبداً فالصعد الموضوع لأبار تجميامي هالأمطار اللي بتخدم حوشة كاملة عدد أفرادها خمسة وتلاتين لحد أربعين فرد ودي في صحراء ما تروح في الأماكن الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً في أماكن النجيلة والمثاني وسيل براني والسلوم لحد ما وصلنا بفضل الله عز وجل وده يعني أنا بعده أنه إنجاز عظيم لمؤسسة نفض الحياة إلى الهضب اللي بتفصل مصر وشقاكتها ليبيا جميل بندور على الأماكن الأولى برعاول أكثر استحقاقاً شوية اتصعد الموضوع كان للأبرر اللي توازية لو حضرت التفذكر بعد كده بفضل الله عز وجل اتصعد أكتر بقى أن محطة المعالجة والتنقية ما تخدمش شارع بس لا ده بتخدم قرية بأكملها وبالنسبة لهم دي الدرع ووقاية وحماية دايماً كده ساداتنا الحكماء يعلمونا يقول لك الصحة تتاج والوقاية خير من يا حبيبي يا حافظ فالصحة تتاج فعلاً والله إحنا بنحافظهم على صحتهم لأن في أماكن طبعتها كده طبعتاً هي موجود فيها كتير جداً من الأملاح المعدنية مش النافعة لا الضارة من جنيزوا بتاعوا الكلام ده هنلاقي المكان ده زي ما إحنا لو حدتك تتذكر في البويطي المكان ده أكتر مكان حتى قالوا على الشرق الأوسط في الشرق الأوسط موجود فيه أملاح معدنية ما بتفيتش الجسم لأنه بتضر الجسم فكان لازم يبقى لنا دور بفضل الله عز وجل وبنشكر طبعاً يعني جمهوريتنا الجديدة ورئيسنا ربنا يبرك خطاه يا رب إنه أفسح المجال قدام مؤسسات المجتمع المدني إنها تمدي إيدي العون والمساعدة ويبقى مسلسة المئة موجود متمثل في القطاع الحكومي ومتمثل في القطاع الخاص ومتمثل في مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسة نبض الحياة عشان نوصل لأحلى وأنقى كبية مية نقية لغاية دلوقتي افتتحت وكان محطة تنقية 34 محطة معالجة تنقية وفضل الله عز وجل من أواخر 22 إلى يومنا هذا الحمد لله يا رب العالمين آخرهم محطة قرية العشر في بورسعيد ودي كانت محطة جبلة جداً ومن قبلها السلمانية في الأنبيين بورسعيد تمام من المحفظات اللي بتحتاج النوع ده من الخدمات ده أنا فرحان إنه إحنا رحنا هناك ونفسي بقى يعني كان فيه نداءات من زمان إنها مؤسسة نبض الحياة يبقالها هناك علامات والمتصدقين يساعدوا المؤسسة إنهم يبقوا هناك كمان إزاي هم هناك محتاجين أسقف ومحتاجين أكثر يعني فيه فقه بقى أو النداء أولويات زي ما حالك تعلم فكان ملف سقي الماء كان مهم جداً هو الأهم هو النقطة العظيمة أو النقطة الفارقة اللي فتحت الباب أنا بقى سامي بقى عارف كل مكان إحنا بننزله أنا بفضل أتلكت كده مع المؤسسة أقولهم إيه طب نعمل حاجة بس هنا طب نفتتح نقول بسم الله كده ونعمل إطعم طعم بس تبقى لنا رجل هناك عارف يمطل حط رجل هناك تلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى بقى يجعل أفئلة من الناس يتهوي إليه والله يكتر من المتصدقين بيتصدقوا في مجال محطات المعالجة والتنقية حتى مؤسسة نبض الحياة إحنا ما كانش في تخيولنا نوصل للرقم ده من أواخر 22 كل شهر لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كل أسبوع إيه ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بمحط ولو إني يعني إيه دلوقتي بدأ الموضوع يقل شوية وأنا منتظر بفضل الله عز وجل يعني إيه ده حتى دخلت صيف وحر ونسطة وانفرهضة أكثر إننا عايزين بفضل الله عز وجل محتاجين أن احنا نتعاوى مع بعض محتاجين أن احنا ننشط الموضوع تاني في الأماكن الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لكن في حاجة فرحتني دكتور عبد العزيز محمد ريدا ورسول محمد ريدا ربنا يبرك فيهم يا رب بشروني جامد جدا وفرحوني إن احنا قادل وقت مش شغالين في محطات المعالجة والتنقية اللي هي الجديدة إن احنا خلاص وان شاء الله يعني بإذن الله هنفتتح محطة جديدة ان شاء الله بإذن الله على الباب لكن في ملف جميل جدا فرحني أول خير صيانة المحطة ده مش قائم معكم هو قائم والدنيا زي الفل ما ده فرحني أكتر بقى إن احنا بنصين المحطات أول واحدة زي آخر واحدة يعني فاكر أول محطة عملتها مؤسسة نبض الحياة في قرية شبرابيل مركز الصنطة محافظة الغربية وآخر محطة محطة قرية العاشر فالدكتور عبد العزيز ربنا يبرك فيه يقول لي بص خبالك أقول له نعم يقول لي عارف محطة قرية العاشر أحدث محطة هي وعملنا فيها تجويد ما حصلش فطلق قال لي لو رحت المحطة قرية شبرابيل هتلاقيها زي بالظبط محطة قرية العاشر بطولي أنها ربيض قال لي طبعا لأن احنا بنعملش المحطة يعني مش بنفسات المحطة والسلام ونسيبها ونمشي لا 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 ده حتى كمان بيطمضي بروتوكول تعاون بين مؤسسة نبض الحياة وبين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة اللي هي منتشرة في القرى والنجوع ما لازم أن يبقى حد مسؤول عن المحطة دي مش عملتها بوصل نبض الحياة كده وقلاص طبعا طبعا ولازم أن بقى فيه تواصل مستمر حلو عشر حتى التشغيل نفسه ممكن يحصل فيه مشاكل حتى ما بيكون يا أستاذ كريم فيه مثلا المحطة محتاجة أي حاجة دايما عندنا كوادر هندسية على قهبة الاستعداد بيروحوا جارية على المحطة إيه اللي نقص المحطة المحطة هنا بتعانوا منها في إيه والله عايزين نغير الشمل غير الشمل والله فيه كذا حصل لنعمله بفضل الله عز وجل وكل ما مؤسسة نبض الحياة بتلاقي مجال للتجويد في العمل الحمد لله يا رب العالمين بتتأخرش زي محطة نجع أب شموم في حاجازة جيب لي في محافظة جيلة يعني المحطة دي تقريبة من قلبي جدا وأنا فرحم بيها قوي ليه؟ لأني لقيت فيها فعلا التجويد الحاصل في مؤسسة نبض الحياة اتعامل للك الكهرباء ستوب ليزر وزبطنا الدنيا والعوامات والحمد لله يا رب العالمين بقى يتفقى أعلى مستوى وعلى ذكر التجويد من أهم يعني الحاجات اللي اتعاملت من مؤسسة نبض الحياة تحت المسمى ده أو في الإطار ده فكرة زي ما كنت تحددك بتقول من شوية أنا زعلان أن اليومين دول حجم التبرعات للملف الفلاني قال شوية من هنا بقى بتبرز أهمية فكرة أن يبقى فيه مشروع استثماري خيري عشان الأوقات اللي زي الدكتور مصطفى بيتكلم عنها دي لما تيجي الناس اللي مستحقين والأكتر احتياجا مجبوش عطلانين بأي شكل من الأشكال ومن هنا بتبرز أهمية وقف النخيل تابعوا معنا في وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة كان موعد المتبرعين مع زراعة المرحلة السبعة في سهل قروين بالفرفرة وبحسن التنظيم وحسن الاستقبال كانت لابتسامة شعار كل متبرع أجمل يوم لنبض الحياة هو النهاردة لما شفنا في المرحلة السبعة شباب كتير وفتيات كتير عرفنا فعلاً أن نبض الحياة لها تأثير عملي على أرض الواقع وسط الشباب المتبرعين اللي شرفونا استشعروا قد إيه الجهد والمصدقية اللي بتحرص عليها مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف النخيل الخيري مؤسسة نبض الحياة بصراحة مثال الثقة والأمانة والمصدقية وبصراحة الصورة خير ودليل عن أي كلام يدهل كم ساعة من البحيرة الغتل؟ 14 ساعة 14 ساعة مش تعب ويرهاق عليك؟ بس أنا مش جاي عشان رايح حاجة أنا جاي عشان أنزل عزال على بويب مؤسسة نبض الحياة مؤسسة محترمة وأنا على فكرة اللي كان متابعك وهو والدي الله يرحمه وأنا جاي النهاردة عشان خطره هو هنيئاً لمن كان له حظ في أن يكون شريك في وقف النخيل الخيري لمؤسسة نبض الحياة والذي هو مشروع استثمار خيري لأوده الخير مع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هيقول لك صدق جالية مدى الحياة فاضلت يا شيخ محمد ردنا ببنا يعني يبارك في عمره وديله الصحة بيقول هنيئاً لكل من شارك في غرس النخل إلى آخره وبيقولها من قلبه هنيئاً دي طالعاً من قلبه ليه هنيئاً عايزين نبصل للناس ليه هنيئاً هم عليه من هول مرأة من هول مرأة من هول مرأة فعندما أفق قال يا رب ما هذا إيه العظمة دي إيه العظمة دي إيه العظمة دي يا رب فإخواته سألوا انت شفت إيه قال لهم لسان وكفتان الكفة الواحدة فيه ملأ السماوات والأرض الكفة الواحدة ملأ السماوات والأرض فنجع ربه وقال يا رب ومن يملأ هذه الكفة حسناية من يملأ كفة دي حسناية فقال له ربنا سبحانه وتعالى يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها له بطمرة لو رضي سبحانه وتعالى عنك هيملأ لك الكفة دي بطمرة ومناش بقى بنخلة ومناش بكم كيلو هيطلع من النخلة ومناش بالرائع هيبقى دي إيه دي بس الرضا الرضا دا زي ما سيدنا الدكتور مجد كان بيتكلم عنه في جزء الأولين من الحلقة هو وسيلة من وسائل الصلة بالله سبحانه وتعالى إنك ترضى عن عطاء ربنا سبحانه وتعالى ولما ترضى رب العالمين سبحانه وتعالى يرضى عنك رضي الله عنهم ورضوا عنه يا سلام لما ربنا يرضى عنك وسيلة جميلة جدا وزي ما أنا بقول دايما الفسيلة وسيلة صحيح الفسيلة وسيلة وسيلة لإيه وسيلة الرضا ربنا سبحانه وتعالى لمغفرة الزنوب وبفضل من ربنا عز وجل مؤسسة نبض الحياة فتحت الباب لامتداد الخير إن شاء الله في المرحلة التمنى زرعنا مع بعض سبعة مراحل والحمد لله رب العالمين في امتداد إن شاء الله للمرحلة التمنى والمرحلة التالتة من وقف الزيتون المبارك اللهم قدم علينا هذا الوقف يا رب العالمين آمين يا رب العالمين هسأزل حضراتكم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام يا أهلا من كل حضراتكم من جديد طبعا نظرا لإن كل سنة وانطيبين بقى احنا بنقرب كل يوم والتاني أكتر وأكتر من عيد الأطحى المبارك فلازم نتكلم مع حضراتكم في جوز المتبقي على نهاية حلقتنا عن المبادرة المهمة دي سكوك الأضاحي تعالوا نتابع التقريب الأطحية لها شأن عظيم أتعرفون لماذا؟ لأنها شعيرة وقرب إلى الله عز وجل وأيضا لأنها قرنت بأعظم عبادة وهي الصلاة عندما قال الله عز وجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ والأطحية سنة مؤكدة ويجوز الإنابة فيها يعني ننيب غيرنا أن يذبح مكاننا ويجوز أيضا أن نشتري سقا وهو فيه معنى الإنابة والوكالة جميل بدايةً كده هل فيه مستجدات في الملف ده في المؤسسة؟ يعني في دنيا الأضاحي فيه حاجات جديدة؟ هو أنا فرحان بالنفذة خير ليه؟ يا رب وخير كلمة الأضحية جاء من التضحية الأضحية تضحية طبعا أنا بضحب إيه؟ بضحب جزء من مالي لمين؟ لوجه الله سبحانه وتعالى وعشان أعمل سنة من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم وإحياء سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لها أجرى عظيم جدا تنال بها شفاعة النبي ومحمة النبي صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم يا رب وعدنا جميعا عليك أن أنت وتعين غيرك بفضل الله عز وجل وتدخل على غيرك الفرحة والسعادة والسرور في يوم العيد يوم الجمال ويوم الفرحة ويوم السعادة يوم أكل وشرب طبعا يوم جميع شف أكل وشرب عيد اللحمة وفي ناس ما بتشوفش حتة اللحمة دي لهم من السنة للسنة بس في ناس لقيتهم إيه بقى زعلانين طب زعلان ليه أنا ما أقدرش أضحي قلت له ما تزعلش حبيبك صلى الله عليه وصحبه ما نسكش أبدا اللهم صلي وسلم وبرك عليه جاء يا صلى الله عليه وصحبه في يوم العيد بكبشين أملحين أقرنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحر الأول وقال اللهم إن هذا عن محمد وعن أهل محمد وجاء بالثاني وقال اللهم إن هذا عن من لم يضح من أمة محمد يا سلام يا سلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم فما تزعلش أغطره ما تزعلش خالص سيدنا صلى الله عليه وسلم ضحى عنك اللهم وصلي وسلم وبرك عليه يا سلام بقى أستاذ كريم أنا فرحم بسكوك الأضحي وكلمة سك الأضحية اللي حالك قلتها فرحم بها جدا طب ليه لأن دي بتضمن عدالة التوزيع أنا ممكن أنا أضح والأستاذ كريم يعمل أضحية وفلان يعمل أضحية وفلان يعمل اضحية طب الأستاذ كريم ضحى ونحر الواجه لله عز وجل ودى لزيد فدى له كيلو مثلا ومصطفى دى له كيلو وده دى له كيلو وده دى له كيلو في حين ان عبيد ما رحلوش ولا حيلو لكن هنا بقى بتبرز دور المؤسسات المجتمع المدني الجميلة جدا اللي عندها ضمان لعدلة التوزيع حاجة جميلة جدا بيبع عندها كشوف مدققة زي مؤسسة نبض الحياة عارفة مين الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقها انت جايبهم منين جايبهم من وصلات المن الناس اللي احنا دخلنا لها وصلات مية فكده كده معمل لهم ايه الله ينور احنا معمل لهم بحث اجتماعي وهم اساميهم عندنا الناس اللي احنا عملان لهم اسقب اسقب بفضل الله عز وجل ثم بفضل السادة المتصدقين يعني عرف لهم بالاسم كمان بالاسم يعني بس فرصة بقى ان واحد ياخد كيسه باعكاية لف لفه ايوه لا لا خالص فبتضمن ايه عدالة التوزيع والحمد لله رب العالمين بفضل من ربنا عز وجل ده يحيق لسنة سنة النبي عليه وعلى الله وصحبه وسلم انا حتى كمان بقول ان الاضحية بتعلمك ايه بتعلمك انت مش تتبح بس يعني من بهيمة الانعام لا انا عاوزك تنحر في قلبك البخل اه طبع طبع انحر الشح طبع انحر كل ما يشيل وضع مكانه كل ما يزيل شيل اللي بيعيب قلبك نظف قلبك بفضل الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى عندما خطب ابن القرآن قال الا من اتى الله بقلب سليم يا حبيب بقلب سليم قلب صافي قلب مفهوش بخل ولا شح ولا استئثار بالنعمة ولا الكلام ده لا ده انا بفضل الله عز وجل عوز افرح وفرح اصدقائي وفرح فقراء اللهم اكثر اسيادي اللهم اكثر استحقاقا والاولى بالرعاية ادخل عليهم الفرحة والسعادة والسرور في يوم فعلا هم يعني منتظرين كيس اللحمة الجميل دو تندخل عليهم بيه بقى مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل بتوزع الاضحة ديك بكل عزة وبكل كرامة دي نقطة مهمة بتوصل بفضل الله عز وجل بكل عزة وبكل كرامة لأسيادي الاولى بالرعاية والاكثر استحقاقا ونفسي بقى بفضل الله عز وجل اللي بيضحي باثنين بيضحي بثلاثة بيضحي باربعة تعالى مع مؤسسة المجتمع المدني ومنها مؤسسة نبض الحياة حاجة عظيمة جدا 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 وشوف بفضل الله عز وجل الصدقات ازاي بتتوزع توزع بقى تلاقي يوم بفضل الله عز وجل اللي في الفيوم ويوم في اسكندرية ويوم في الشرقية فيه ناس من المتبرعين بيحاضرين معكم بنفسهم بيختاروا كده كتير قبل كده كتير قبل كده كانوا بيحضروا معاهم معانا ويقفوا ويشهد وضحيتوا بفضل الله عز وجل حاجة عظيمة جدا جدا وفيه ناس يعني للصائد الآخر بتولي يعني مؤسسة نبض الحياة وبتوكلها انها تعمل ايه هي اللي تباح لها بفضل الله عز وجل وعندنا فيه قاعدة فقهية بتقول الوكالة فرع الأصالة انا وكلتك بفضل الله عز وجل مش وكلتك انا وكلتك لا انا خليتك وكيل لي وما لو ما توكلني يا حبيبي انت هتلاقي حد اكثر استحققا مني ما انتش شايفي جسة اللعظة تمام فالوكالة فرع الأصالة الأصالة عنك انت وعنده 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 انا بفضل الله عز وجل اقدر ايه اقدر اربح عنك بفضل الله وبرضه متصوروا فيديوهات وتمعاتهم المتبرعين المدروسة يحضروا معاكم كالعادة ده بيحصان طبعا ده حاجة جميلة جدا عشان ايه بقى يفرح بأضحيته ويفرح بيقامته سنة السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف الفرحة والسعادة والسرور وهي بتلمع في عين كل مستحق انا بفرح جدا 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 وحتى كمان يا أستاذ كريم انا بقيهم زل السؤال في اليوم ده ان حد يوصل ده او يدي ده او يكلام لا العزي يقعد في بيته كده احد بيأكل ويشرب والدنيا زي الفل يعني الدنيا حلوة جدا ومش حامل هم حاجة وكتير مثلا من أسيادي اللي أمها الأكثر استحقاقا كانوا مع المؤسسة السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها فالسنة دي أنا عايزة أجرب خاطره برضو ونبقى عنده بفضل الله عز وجل وهو ممكن يكون دلوقتي حادث في بطنه بطيخة صيفة زي يقولها بالبرد كده وقلبه مطمئن ان خلاص كتير من السادة المتصدقين هيكون له اتصال معاه عن طريق مؤسسة نبض الحياة ومش حامل هم اللحمة إن شاء الله هتجي لي المبادرة دي جاية في وقتها طبعا ومنتهى الأهمية الحقيقة جدا 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 أنا نفس أشوف يوم العيد كده فرحان وسعيد زي ما بيلبس الجديد نفس أشوفه فرحان وسعيد فرحان وسعيد بقى بالأكل والشرب يوم أكل وشرب ويوم ويوم ويدخل السعادة والفرحة والسرور ويوم توسعة انت عايز توسع على نفسك شاف العملية ديئة عندك ومتدايق وزهقان وبيتك متدايق طيما توسع أوسع إزاي على نفسي أوسع على غيرك مش كلنا مدركين إن عشان يعني الدنيا تزبط معنا وإحنا بنشتكي مثلا من ضيق ذات اليد فكرة إن أنت تنفق وإنت بتعاني من ضيق ذات اليد مش بتيجي لكل الناس لا ده جميلة جدا يعني أقول لك ما معناه وأنا لا إيه ده أنا عايز اللي يديني يا حبيبي لا والله أقول لك بالقليل يعني بص صدقة يسيرة تفتحوا أبوابا كثيرة طبع والله بجد بص بفضل ما ربنا عز وجل تلاقي بقى إيه الخير جاي لك بفضل الله عز وجل والسعادة جاي لك والسرور بس مش حسب توقيتك إنت حسب التوقيت الرباني طبع رب العالمي والله دايما بالتوقيت الأمثل إن ربك يعلم هيسعدك إمتى صحا حد ممكن يقولك إيه ما أنا تصدقت سكت إيه يا عم أنا تصدقت الوجه الله سبحانه وتعالى وشاركت في الأضاحي وشاركت في وقف الزيتون المبارك وقفلنا خير الخير وشاركت في محطات المعالجة والتنقية سنستحالي زي ما هو يا عم مهدى يا عم مهدى إن الله لا يمل حتى تمله سبها هو سبحانه وتعالى هو أعلم بكم ربنا سبحانه وتعالى يعلم هيديك إمتى ويا رب بعد الحلقة ديك أنا يسكوب كتير من الأضاحي وتضحية كبيرة الوجه الله سبحانه وتعالى وما يكونش كلامنا مجرد سطور ولا كلام بيدور جواه الصدور كلامنا بعده نهر من خير يفور عشان نفتح لكل أحبابنا طائق نور اللي انت نورته وشرفته بوجودك معنا يا حبيب شرف الله قدرك وأعلى ذكرك في العالمين يا رب بشكر أكيد كل حضراتكم مشاهدينا بكل مكان على حسن المتابعة وبإذن الرحمن يا تجدد اللقاء شوفكم على خير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة